تقرير معلوماتي انا اشوفه مهمة جدا بداية كده لازم تبقى فاهم انه مسألة الاقتصاد الاخضر والتصادي للتغيرات المناخية ده ما هواش طرف ومش بس عشان صحتك هو كمان علشان فلوسك الارشنات كل ما انت بتحفظ على البيئة اكتر كل ما انت بتزود فلوسك اكتر يعني هتحفظ على المياه يبقى المخزون السمكي بتاعك حلو ومعقول ويزيد ويكتر وبالتالي الناس اللي بتشتغل في مسألة صد السمك والمزارع وصناعة الاسمك واتجارة الاسمك تتنغنغ تحفظ على التربة يبقى الانتاجات بتاعت الفدان تزيد وتبيع وتنبسط وتتنغنغ الاخ 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 طيب خلونا نشوف كده المركز الاعلامي لمجلس الوزراء نشر ايه على ما تم تسميته من المركز الحقيقة يعني حقي الناس دينا بحبا يدن مشكورين يعني مصر تعزز من جهود التصدي للتغير المناخي وتحقيق استدامة الطاقة عندنا 11 سلايد 11 ورقة هناخدهم في السريع نمرة واحد التوسع في الاعتماد على الطاقة المتجددة الطاقة النظيفة زي ما بنقول بص يا سيدي بقى عندنا استراتيجية الطاقة المستدامة لسنة عشرين خمسة وثلاثين الاستراتيجية عايزة ايه الهدف بنقول زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في المزيج اللي احنا بنطلع منه الكهرباء ما هو الكهرباء دي عشان هولدها من العدم لا لازم لي وسائل تعال نشوف الطاقة الشمسية اعتمادنا اتنين في المية لحد سنة عشرين اتنين وعشرين دي هنا بنتكلم على مستوى الدولة القطر المصري بوصلنا بإذن الله العشرين خمسة وثلاثين هيبقى اعتمادنا على الطاقة الشمسية ستة وعشرين في المية طيب طاقة الرياح اعتمادنا لحد سنة عشرين اتنين وعشرين اتنشر في المية بوصلنا لعشرين خمسة وثلاثين ان شاء الله يبقى اربعتشر في المية الطاقة الكهرمائية إحنا لحد 20-22 اعتمديتنا على الطاقة الكهرومائية 6% طيب هنحولها إلى إيه؟ لـ 2% ده حلو ولا وحش؟ هو ده حلو لأنه ده معنى أنك أنت بتعتمد على مصادر طاقة أكثر جودة أكثر انتاجية وفي نفس الوقت أقل تكلفة ده من الطاقة الكهرومائية تعال نشوف كده بقى إحنا يا طرى هل طرى الطاقة المولدة من مصادر متجددة زي الشمس والرياح كنا قد إيه أو كنا بنعتمد عليها قد إيه ووصلنا إلى إيه في 20-22 إحنا بدأنا أو استلمنا البلد اللي ما كانتش أمريكا ولا كانت التحاد أوروبي خالص يعني استلمناها كلنا إحنا الـ 104 مليون مواطن وكان اعتمدنا فيها أو كنا بنولد فيها 1.4 من 10 جيجاوات ساعة ده اعتمدنا على الكهرباء اللي جاية من الشمس أو الرياح 1.4 من 10 جيجاوات فضلنا في المنحنة ده فضل يصعد بقينا 2.2 من 10 بعد كده 2.8 من 10 2.9 أربعة ونص جينا في سنة 19 19 وسنة 20 لا سنة بعد الكورونا ياها دي لما كان العالم كله بيتبطط انت روحت عم حقق قفزة من 4.5 لـ 8.7 من 10 الله يعني الناس أيام الكورونا كانت متبططة وطلع عينيها وانت كنت قاعد بتشتغل وبتوجد مصادر جديدة للطاقة أيوة وبعدين بقينا 10 أو 2 من 10 وصولا إلى 10 أو 4 من 10 حط في بالك وفي حرب في أوكرانيا وروسيا طيب السؤال بقى ايه وجه الاستفادة يا عم يوسف من احنا بنولد كل شوية طاقة او بنطلع كهرباء الاخ 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 اولا انت بتزود مصادر الطاقة بتاعتك وكمية الطاقة اللي عندك علشان بمنتهى البساطة واحد اكفي احتياجاتك المنزلية ده هنا عليك انت بشكل مباشر احتياجك المنزلي فما يبقاش في عندك حاجة اسمها الكهرباء بتقطع علشان اوفي الاحتياجات بتاعت الدولة اي الحاجة اللي هي الشوارع والميادين والطرق الرئيسية كل الكلام اللي انت شايفه ده ماشي فما يبقاش عندك دولة مظلمة مدينة مظلمة فان زاد الظلام زادت الجريمة دي ابسط قعدة امنية بالمناسبة يعني طيب ثلاثة بقى وهو الامر المهم اللي بينعكس عليك من غير ما تاخد بالك ازاي عم يوسف اقولك وهنا كل ما هيبقى فيه عندي طاقة اكتر كل ما تبقى قدرتي على اني اعمل مجمعات صناعية تزيد وانا هعمل مصانع بالايه هدورها بالمنفلة او هنجيب ناس تقعد على بدلات تبدل برجليها عشان تطلع طاقة اكيد لا لازم يبقى فيه عندي مصدر للطاقة طب هل انا دولة منتجة للبترول لا يا فندم انا مش دولة منتجة للبترول ما احنا كلنا عارفين كده اه يبقى لازم كنت ادور على وسائل اخر اطلع بها طاقة عشان تبقى المصانع تدور ولما المصانع تدور ايه اللي يحصل هنشتغل انا وانت بمنطقة البساطة يعني ايه اللي بعده ايوه بص بقى متجهين لحوالي سبع تلاف ميجا واط اجمالي القدرة المركبة اللي جاي لنا من الطاقة المتجددة شمس مية رياح ناخدها واحدة واحدة المشروعات اللي تم تنفذها اللي واقفة دلوقتي على الارض اهو وبتطلع الطاقة وميت فل واربعتاشر عندي 1635 ميجا واط بطلعهم من فين من جبل الزيت وعندي 580 ميجا واط بطلعهم من راس غارب وخبالك وعندي في الزعفرانة 545 ميجا واط وغرب بكر 250 ميجا واط كويس يبقى من جبل الزيت 580 الزعفرانة 545 راس غارب 260 غرب بكر 250 طيب تعالي نشوف المشروعات اللي تحت التنفيذ أنا عايز يبقى فيه عندي الرقم اللي فوق ده بص بقى تحت التنفيذ عندي في خليج السويس 250 ميجا واط تحت التنفيذ فيه عندي مشروعات تانية قيد التطوير يعني موجودة وبطور خليج السويس ودي مشروعات مع القطاع الخاص 2800 ميجا واط قطاع خاص طيب تعالي بقى نروح على مشروعات الطاقة الشمسية اللي متنفزة على الأرض اللي حضرتك تاخد بعضك وتروح تشوفها إذا حبيت عندي خلايا الفوتو أو الفوتو سالز يعني في بنبان في بنبان بقى لقى لقى عندنا في أسوان بنطلع قد إيه 1465 ميجا واط طيب الكريمات كويس الفوتو دي اللي بتضوء يعني خلايا ضوئية بالمناسبة يعني لأن هناك فرق ما بين خلايا ضوئية وخلايا شمسية طيب تعالي نتخش بقى على الشمس الحراري اللي هي بتاخد حرارة الشمس تحولها إلى كهرباء التانية بتاخد ضوء الشمس تحولها إلى كهرباء يبقى ضوء الشمس لكهرباء دي بنبان 1465 طيب حرارة الشمس كهرباء دي الكريمات 140 طيب تاني بقى ضوء الشمس على أسطح المنازل عندي 121 ميجا واط بيتم تولدهم من على أسطح المنازل بتاعت حضراتكم حلو يبقى أنا عندي هنا بقى مشروعات خلايا فوتوفولت اللي هي ضوء الشمس 770 عندي تحت الدراسة منها 700 قطاع خاص 700 ميجا قطاع خاص طيب تعالي نشوف بقى ايه مشروعات الطاقة الكهرومائية اللي احنا كنا نعرفها من بتاعة زمان اللي هي التوربينات بتاعة الماء في نجا الحمادي عندي 64 ميجا واط وفي أسيوت عندي 32 ميجا واط كل ده عشان تبقى انت عارف إيه اللي حصل من 2014 لحد 20 22 نمرة 3 تعالي نشوف هل مصر بالفعل جاذبة لهذا النوع من الاستثمار اي الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة والصديقة للبيئة وغير الملوثة للكوكب يعني جاذبين لده للقطاع الخاص جاذبين لكده مع الدول الأجنبية فيه ناس هتقول لك لا وفيه ناس هتقول لك اه الفيصل ايه ايوه الحقيقة والرقم تعالي نشوف على سبيل مثال مملكة العربية السعودية وشركة أكوا باور السعودية هنا فيه عندنا اتفاق مستهدف لإجراء القياسات الخاصة بمشروع طاقة الرياح شركة أكوا باور السعودية عايزة تشتغل على تنفيذه بقدرة قد ايه عشرة جيجا وات مش عشرة ميجا عشرة جيجا يعني كل جيجا هي الف تلاتة وعشرين طبعا زي ما انت عارف المهم طيب تعالي نشوف المجموعة الاماراتية عايزة ايه بتقول يا جماعة هنشتري الطاقة من مشروع محطة الطاقة الشمسية اللي في كومامبو بأسوان خمسمية ميجا وات ادي كده السعودية الامارات تعالي نشوف نفس المجموعة الاماراتية بتقول شراء شراء خد بالك هنا شراء الطاقة هيدفعوا فلوس عشان ياخدوا طاقة من محطة طاقة الرياح اللي في منطقة خليج السويس برضو بقدرة خمسمية ميجا وات يعني تقريبا ألف ميجا يعني واحد جيجا وات الامارات بتستهدف الشراء بتاعهم او يعني دي الاتفاقيات ومذكرات التفاهم تعالي نشوف بريطانيا الانجليز بيقولوا يا جماعة احنا عايزين نشتري منكم طاقة والطاقة دي احنا عايزينها تحديد من مزرعة الرياح اللي في منطقة خليج السويس بقيم او بقدرات المتين وخمسين ميجا وات يعني الانجليز هم كمان عايزين متين وخمسين ميجا وات يجي البنك الاوروبي اللي بيشتغل على اعادة الاعمار والتنمية طيب بيعمل يه البنك في حوالي مليار وتلتمية مليون دولار يضخوا لتعزيز عمليات التحول كل الاقتصاد الاخضر ده اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليه من حوالي خمس ست دقايق والتخلص بقى من محطات الطاقة القديمة الحاجات القديمة اللي كانت بتشتغل بالوقود الاحفوري اللي يلوس البيئة الاخ الاخ واللي بالمناسبة تكلفته اعلى بكتير وفي نفس الوقت بيقول لك البنك ايه عايزين نشتغل كمان على المساهمة في مشروع جديد يعني هنمون ونضخ لمشروع جديد لطاقة الرياح والطاقة الشمسية نرجع مرة تانية على مجموعة اكوا باور او شركة اكوا باور في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع البنك الاوروبي طيب الجهتين اكوا باور والبنك الاوروبي يعايزين يشتغلوا على ايه عايزين يشتغلوا على اعادة الاعمار والتنمية كويس بقد ايه 114 مليون دولار لتطوير محطة كومامبو للطاقة الشمسية اللي احنا كنا بنتكلم عنها طيب علشان دي هتضيف طاقة تقدر بحوالي 200 ميجا وات تعالي ناخد الرابع احنا هنا بكلمك على شوف هنا العالم الغربي او العالم الغربي والدول الشقيقة بتبص على جاذبية الاستثمار في مجال انتاج الطاقة المتجددة في مصر الى اي مدى انت خدت بالك من الارقام طب خدت بالك من الفلوس والمبالغ ماشي تعالي نشوف المستهدف ايه مستهدف بتاعنا ان احنا يبقى في عندنا مجموعة من المنشآت والمجمعات الصناعية تنتج وقود اخضر ويستخدم فيه اغراض خد بالك من اللي جاية تموين السفن او يصدر لأسواق خارجية تموين السفن يعني فلوس وش طب ويصدر يعني فلوس الفلوس تصدر تجيب عملة صعبة تنبسط ماشي طيب تعالي نشوف استثمارات متوقعة قد ايه حد عاوز يبص بص معي اهو 20 مليار دولار استثمار متوقع من خلال 16 مذكرة تفاهم جديدة مشروعات تم توقعها دخل المنطقة الصناعية في العين السخنة ومنطقة شرق بورسعيد نشوف ابرز المذكرات ابرزها مش ال 16 انا نتكلم على 6 والعشرة اسبهم لك مفاجأة الشركة النرويجية بتقول انه احنا عايزين نشتغل على من مليون ل 3 مليون طن سنويا من الامونيا الخضراء ده مستهدف انتاجها اما البريطانيين فبيقولوا عايزين 2 مليون طن سنويا هيدروجين اخضر مستهدف انتاجه كل ده من عندنا هنا في مصر ينتج هنا في مصر استثمارات تقريبا بحوالي 20 مليار دولار اضرب انت طيب تعال نشوف اخواننا في الهند عايزين ايه عايزين 2.2 مليون طن سنوي وقود اخضر يا حلاوة طيب شركة الفنار السعودي عايزين 500.5 مليون طن سنوي وقود اخضر طيب تعال نشوف FFI ليا فورت سيكيور فيوتشور اندوستريز الاسترالية بيقولوا بقى احنا عاوزين يا جماعة 2 مليون طن سنوي امونيا خضراء مستهدف انتاجها طب والألمان ما ينومهمش من الحب جانب ده لازم ينومهم من الحب ده الألمان قلعة الصناعة ربع اقتصاد على مستوى العالم الاقتصاد الاوروبي رقم واحد جاي لك لحد عندك بيقولك مستهدف انشاء اول محطة تحويل مخلفات الى هيدروجين اخضر اخد المخلفات احولها هيدروجين اخضر بقد ايه بانتاجية 300 الف طن سنوي اللي بعده تخيل الألمان الله طب عد معي الستة دول احنا خدنا ايه خدنا النرويج وخدنا الهند وخدنا بريطانيا وخدنا ألمانيا وخدنا ايه تاني احنا خدنا ستة مش كده استنى لما بص لها كريم انا عشان لهم لك مرة كمان خلي 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 هنروح للربط الكهربائي ما تقلقوش بس بص يا سيدي اهو النرويج وبريطانيا والهند والسعودية واستراليا وألمانيا دول أبرز ستة تعالي نشوف مشروعات الربط الكهربائي اللي مع دول الجوار واللي بتساهم في سد احتياجات هذه الدول من الطاقة هذه الدول عايزة طاقة طيب عندها فجوة ما مين اللي يسدها الحمد لله والشكر الله مصر ربنا أراد ان هي اللي تسد هذه الفجوة تعالي نخدها واحدة واحدة ما بين افريقيا واوروبا عندنا القارتين الافريقية والأوروبية هم ضمن اقل القارات ومناطق العالم انتاجا للكهرباء عايزين كهرباء فتيجي افريقيا على سبيل المثال تلاتة واثنين من عشرة مثلا طيب وأوروبا أربعتاشر واثنين من عشرة طيب وأسيا والمحيط الهادي تسعة واربعين واثنين من عشرة كل دي نسب مئوي بقى الدول العالم تلاتة وثلاتين واربعة من عشرة إذن القارة الأوروبية هي الأكثر استيرادا للكهرباء سنة عشرين تسعتاشر مين اللي بيقول الكلام ده اللي بيقول الكلام ده شركة زي شركة بريتش بيتروليوم على سبيل المثال وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية EIA على سبيل المثال زائد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بجمهورية مصر العربية يعني عندك اتنين أجانب وواحد مصري إفريقيا أربعة واربعة من عشرة اسمه إيه ده ده معلش عشانا مش شايف هنا البرتقاني ده قوي واحدة واحدة كده معلش أجوة بص يا سيدي آه بص بقى أسيا وأوكيانوسيا أستراليا بمعنى أدق يعني عشرة وتسعة من عشرة أفريقيا أربعة واربعة من عشرة أوروبا تنين وستين وتمانية من عشرة في المية أنت المفروض أنك تساهم في سد هذا الاحتياج الأوروبي تعال نشوف الربط الكهرابي مع دول أفريقيا الربط الكهرابي ما بين مصر والسودان خط الربط المستهدف 300 ميجا واط الربط الكهرابي ما بين مصر وليبيا أو الخط المستهدف ألفين خد بالك ألفين ميجا واط يعني ليبيا اللي وحدها عايزة لها تقريبا اتنين جيجا ده صباح الفل كده طب تعال نشوف أصدقائنا في أسيا وتحديدا السعودية الشقيقة السعودية عايزة 3000 ميجا يعني 3 جيجا واط كهربا عايزهم من مصر طب والأردن عايزة 2 جيجا تقريبا من مصر أوروبا عايزين 3 جيجا ربط الكهرابي ما بين أصدقائنا شرق المتوسط مصر أبرص اليونان بنعمل ربط الكهرابي طب الخط ده قد إيه 3000 ميجا يعني تقريبا 3 جيجا واط تعال ناخد صفحة 7 الرؤية الدولية العالم بيشوف جهود مصري في تنمية المصادر بتاعت الطاقة المتجددة العالم شايف إيه نشألك بقى إيه إحنا هنتكلم دعي الآخر دعي العالم يتحدث عنك حجم الطاقة المولدة من مصادر الطاقة المتجددة للدول العربية بالألف جيجا يعني تقريبا بألف جيجا واط ساعة مصر عشرة ونص المغرب ستة وتسعة من عشرة الإمارات خمسة واثنين من عشرة السعودية صفر فاصل تمانية الجزائر صفر فاصل سبعة العراق صفر فاصل أربعة عمان صفر فاصل أربعة الكويت صفر فاصل واحد قطر صفر فاصل واحد هتيجي تقولي طيب إزاي جماعة السعودية والجزائر وإلا إحنا هم بتكلم عن دول منتجة بغزارة البترول ما شاء الله أدم الله عليه من نعمة وبالتالي اهتمامهم بأنه يعملوا طاقة نظيفة للكهرباء مش في احتياجه دلوقتي دي دول منتجة بغزارة ما شاء الله البترول وبالتالي مهماش محتاجين قوي لكن في بعض المناطق هو محتاج تقاربه الجديدة والمتجددة على الأقل علشان يعمل إيه أفهمك علشان يواكب المتطلبات العالمية يعني إيه المتطلبات العالمية يوسف التليفون ده سيبنا من تبقى مش باين مركيته الحمد لله التليفون ده مغطينه بالكافر بتاعه التليفون ده علشان أو النظارة دي أو المجددة أو الورقة دي أصبح العالم دلوقتي عشان يستوردهم من أي بلد يجي يقول لك إيه هو منتج من مواد ملوثة للبيئة طب هل هو سهل التدوير طب مرحل الإنتاج بتاعته كان فيها تلويس للبيئة يعني المصانع طريقة استخراج المواد الخام إلخ إلخ هل هي ملوثة للبيئة فدي أصبحت شروط حقيقية وملزمة عشان أستورد منك وبالذات عند الاتحاد الأوروبي الاشتراطات بتاعتهم مزهلة أنا أراها رائعة حلو؟ طيب فأصبحت حتى الدول المنتجة للبترول أصبحت محتاجة كهرباء أكتر علشان تقدر تطلع منتج قليل الإنبعاثات الكربونية في مراحل إنتاجه المختلفة اللي بدأ من التنقيب عن المواد الخام لحد المنتج النهائي بل وفي المستقبل وطريقة توصيله للدول الأخرى يا طرى هيوصل بإيه؟ الملاكب دي بتستهلك وقود عمل إزاي؟ وقود أخضر ولا وقود ملوث أيضا للبيئة؟ تفهمت؟ طيب بص بقى عشان قبل ما يعني أخذ لك الخلاصات بص بقى مؤسسة فتش فتش سولوشن بتتوقع نمو قوي بقطاعات الطاقة المتجددة في مصر مقارنة بعام 2021 فبيجي يقولك في 2021 كنت تلاتة وتسعة من عشرة اتنين وعشرين بقيت اتنين وعشرين وستة من عشرة تلاتة وعشرين تبقى تلاتة وعشرين في المية معدلات النمو طبقا للعالم ما بين بريتش بيتروليوم وما بين فتش مصر ستكون واحدة من أسرع أسواق الطاقة المتجددة غير الكهرومائية نموا في المنطقة على مدار العشر سنوات المقبلة دعم الدولة المصرية القوي هنا لأن الدولة مصرة عندها إرادة حقيقية تشتغل على إيه بقى؟ إيه دا؟ طب حاضر خليكوا زي ما انتو هقرأ هنا من عندي دعم الدولة المصرية القوي وإمكانات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الطبيعية سيجعل مصر وجهة جذابة للغاية ده كلام فتش وكلام بريتش بيتروليوم وجهة جذابة للغاية للمستثمرين بمصادر الطاقة المتجددة وسيعززوا من قدراتها التنافسية طبعاً أنت بتنتج طاقة نظيفة يبقى هتطلع منتج أكثر نظافة وبالتالي يصبح الإقبال عليه أعلى قال ليك فاكر بس أن أنا قلت لك إحنا عندنا شركتين محمول طلعين واحدة كوري واحدة صيني أكبر شركة في كوريا أكبر شركة في الصين بالمناسبة تليفونات بتتصنع هنا في مصر أزيدك من الشعر بيت هم خمس شركات في اتنين مضو وفي تلاتة في السك صلي على النبي وكل من اللون نبي صلي عليه تعال بقى نشوف آفة بان يسوي في صح المؤسسات الدولية بتتكلم إزاي على نمو صادرات الكهرباء ومشروعات الربط الكهرباء هرجع مرة تانية لفتش سولوشنز فتش سولوشنز بتقول الآتي صادرات الكهرباء ومشروعات الهايدروجين الأخضر تدفع النمو طويل المدى لقطاع الطاقة المصري وسيظل فائد امدادات الطاقة في مصر مرتفعا فائد مش منتج فائد زيادة عنك خلال العشر سنوات المقبلة ده اللي عملته مصر في الثامن سنين اللي فاته ده اللي عملته الجمهورية الجديدة أنت كنت فقير شبه معدم في الطاقة آه ما هو أنت على 2012 تقريبا الغازك من اللي احنا نعرفه خلص عايش بقى على استيراد البترول عشان خاطر تكرر وتمشي الدنيا بالزق كده فشاء العلي القدير أن يبقى فيه عندك دولة بجد وإرادة حقيقية للكشف عن المزيد من المصادر فبقى فيه شرق المتوسط ربنا بعت من عنده بس كده لا اشتغلي بقى على الإيه الطاقة المتجددة عايز أطلع كهربا مظيفة طيب الفائد ده معنى إيه معنى أن انت يبقى فيه عندك قدرة حقيقية متكاملة جدا لبنية صناعية حقيقية وما للجماعة الكوريين والجماعة الصينيين والجماعة الروس والجماعة الطلاينة والجماعة الألمان والجماعة الإنجليز جايين عندي إيه عشان ما نحن هذه القدرة بس ربك بيسبب الأسباب يعني لو ما كانش في جهد حقيقي ما كانش في حاجة حصلت ما احنا طول عمرنا عندنا الشمس حصل إيه يعني ولا حاجة طيب فقالك سيظل فقد إمدادات الطاقة في مصر مرتفعا خلال العشر سنوات المقبلة وتعطي الدولة المصرية الأولوية للاستثمار في مشروعات الربط الكهربي الجديد بهدف إيه أنه تصبح مصر مركز إقليمي لإمدادات الكهربي استثمار يعني فرص عمل فرص عمل يعني فلوس في الإيد فلوس في الإيد يعني العيش هتتبهبش عليك أنا بتكلم بأمانة بمنطقة البساطة لو حد عنده رأي تاني غير ده نرجو أن يفتنى في ذلك طيب خطوط الربط الكهربائي دي بقى بتعزز نظرة مؤسسة فتش سولوشنز تحديدا لنمو صادرات الكهرباء المصرية يعني أنا كمان يبقى في عندي طاقة كفاية أن أنا أعمل قاعدة تصناعية وفي نفس الوقت أصدر الطاقة بتاعتي على رأسها مشروع الربط اللي ما بين مصر واليونان وأبرس واللي هيوفر مصدر موثوق للكهرباء من مصر يغزي الشبكة الأوروبية المتربطة عبر اليونان يعني العلاقة المتينة اللي ما بين مصر واليونان وأبرس دي تخلي الطاقة توصل لقلب أوروبا فأنت تبقى بتصدر طاقة وبتاخد فلوس بتنتج طاقة وبتنشئ بنية صناعية بنية صناعية يعني أوفي الاحتياج المحلي وأصدر منتجات أصدر منتجات يعني يخشيلي فلوس أكتر تعالي نشوف الوكالة الدولية للطاقة بتقول إيه بتقول مشروع الربط الكهربائي اللي ما بين مصر والسعودية هيسمح بتبادل ما يصل إلى 3000 ميجا واط من الطاقة ويعد المشروع هو الأول من نوعه بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا طيب بلومبرج الشهيرة ذائعة الصيط بتقول تمتلك مصر شو بقى بلومبرج وشوف أنت لما بلومبرج بتقول لما بتقول إيجابي عن مصر ده يا عشق يلا بتوعنا برضو بلومبرج دول مهم تمتلك مصر مزايا كمنتج للطاقة المتجددة وتحاول استغلال تلك المزايا بجانب ما لديها من فائط بالكهرباء لتصبح مصر مركزا إقليميا لصادرات الكهرباء فكلم قالت إيه يعني عايزين تعملوا اتفاق مع مصر وليونان وقبرس ولازمته إيه وهيحصل إيه ونتيجته إيه وبيتحكوا عليك ومش بيتحكوا عليك وبتاع اسمع الوكالة الدولية للطاقة بتقول إيه اسمع بلومبرج بتقول إيه اسمع أكسفرد بتقول إيه اسمع فتش بتقول إيه قالك ويعتبر توقيع اليونان ومصر اتفاق للربط الكهربائي هو أول اتفاق من نوعه يتم ما بين أوروبا وإفريقيا بجنوب شرق المتوسط الحلوة دي أكسفرد للأعمال بيقولوا الآتي أنا آسف تخطط مصر للحفاظ على فائد بقدرات توليد الطاقة طيب ده بيمكنها من إيه؟ بيمكنها من زيادة الصادرات للبلدان المجاورة وتم بالفعل إبرام مجموعة اتفاقيات للربط مع السعودية والسودان وأبروس واليونان واللي جاي أكتر